السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم الف عافية متابعينا الكرام طبعا اليوم احنا رح نتكلم عن عملية الفاكيوم او سحب الهواء من بايبات الغاز الواصلة بالوحدة الداخلية سواء او طبعا احنا هون عندنا الماكينة في الها بايب واحد يتم توصيله بخط السحب للبايب الكبير بالنسبة للمكيف اللي نازل باتجاه الوحدة الداخلية ويتم تشغيل هذه الماكينة التي تبدأ بعملية سحب وتفريغ الهواء من بايبات الغاز ومن الكويل الوحدة الداخلية على اساس بعدها يتم فتح الغاز طبعا الماكينة بالنسبة للمكائن في عدد كبير من المكائن طبعا هذه الماكينة لها حجم او يعني سعة سحب معينة او سرعة سحب معينة طبعا الماكينة المتواجدة معنا من النوع الجيد فعملية سحب الهواء او تفريغ الهواء كبيرة جدا تقريبا تسعة cfm فعمليا تختلف هاي المكاين طبعا في منها بيكون بسعر رخيص ومنها بيكون بسعر غالي طبعا المفروض يكون الماكينة من النوع الجيد على اساس يكون في عندك سرعة في عندن هذا الفالف اللي بيطلع عندي الهواء المسحوب لما يكون عندك عدد كبير من المكيفات تحتاج وقت كبير لعمل الفاكيوم لذلك الافضل يكون عندك ماكينة بسعة سحب او بقدرة سحب عالية على اساس يكون في سرعة في عملية اه الفاكيوم طبعا هون رح ينتظر العامل تقريبا هون احنا تقريبا حسب طول البايب وحسب حجم الوحدة الداخلية يتم توصيل مثل ما شفنا هون الفالف او البايب الموجود معنا ليواصل مع اه مكينة الفاكيوم بخط السحب بالنسبة لأه المكيف ويتم تجهيز اه وفتح الصمامات حتى اه بعد الانتهاء من عملية سحب الهواء والفاكيوم يتم فتح الغاز من خلال هاي الصمامات الموجودة عندنا طبعا بيختلف الصمام من نوعية مكيف الى نوعية مكيف اخر لذلك بده يكون عندك جميع مفاتيح الالكي اللي يعني نفس السايز الموجود على المكيف طبعا هون احنا عمليا تقريبا بيوصل عندنا الى ناقص 900 عندنا هون في هذا النوع من المكيفات وبعد الانتهاء من عملية تفريغ الهواء يتم فتح الغاز طبعا هون في عندنا مكيفات سبلت في بداية الفيديو كان في عندنا مكيف سبلت داكت حاليا في عندنا مكيف سبلت يونت من نوعية اخرى مثل ما حكينا رح يتم توصيل البايب اللي رح يسحب الهواء ويقوم بتفريغ الهواء من خلال هذا البايب الباين معنا واللي واصل باتجاه الوحدة الداخلية طبعا اه فوائد كثيرة بالنسبة لموضوع عمل الفاكيوم اهم شيء طبعا تفريغ الهواء الموجود عندنا داخل البايبات الغاز وبالتالي عنده اه البدء بعملية فتح اه الغاز داخل دارة التبريد ما بيكون في عندنا هوا داخل اه بايب الغاز ولا داخل الوحدة اه الداخلية طبعا اوريدي بنسبة للوحدة الخارجية ما بتكون اه موصلة طبعا او مفتوحة انه اوريدي الغاز بيكون بالمكيف الجديد موجود وعملية الفاكيوم بتكون جهزة من المصنع وبالتالي احنا بنحتاج لعمل الفاكيوم بس لبايبات الغاز الواصلة بتجاه الوحدة الداخلية طبعا في اه يعني عندنا فائدة كبيرة جدا لعملية اه الفاكيوم اللي عم نقوم فيها واللي هي انه انت بتعرف اذا كان في عندك تسريب في دارة التبريد او لا طبعا في حال كان في عندنا اي تسريب الفاكيوم ما رح ينزل او عندي اهون عندي المؤشر بالنسبة لساعة الضغط ما رح تنزل باتجاه اه اليسار او باتجاه السالب وانما اه رح تكتشف انت انه في عندك تسريب وبالتالي اه تتم معالجة التسريب في الوقت المناسب و اه يتم عمل باكيوم مرة اخرى حتى يتم التأكد من اه عدم وجود اي تسريب داخل بايب الغاز طبعا بعد الانتهاء بعد ما يتأكد العامل بيطفي الماكينة اوف وبينتظر قليلا حتى يشوف انه عندي المؤشر ما بيتحرك باتجاه اليمين وبعدها يقوم بفتح الغاز باتجاه الوحدة الداخلية مثل ما عام نشوف عندي هون المؤشر ثابت وبالتالي هون هو رح يقوم بعملية اه اغلاق لهذا البايب الواصل باتجاه الفاكيوم وفتح الغاز باتجاه الوحدة الداخلية يعطيكم الف عافية متابعينا الكرام